السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الإعدادي عندي حل تمارين الفعل اللازم والفعل المتعدي التمرين الأول يقول استخرج الأفعال من النصوص التالية وبين حكمها من حيث التعدي واللزوم أولا قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثانيا قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي ثالثا قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير رابعا قال حافظ إبراهيم نحن في حاجة إلى كل ما ينمي قوانا ويربط الأرحامة فاجعلوا حفلة الخليل صفاء بين مصر وأختها وسلامة خامسا قال بدر شاكر السياب على مقلتيك أرتشفت النجوم وعانقت أمالي الأيبة وسأبقت حتى جناح الخيال بروحي إلى روحك الواثبة سالسا علمت العلم يعلي قدر صاحبه سابعا منحت اليتيم ثياب العيد ثامنا الفيت طريق الحق معبدا تاسعا أريتك القاعدة الصحيحة للنجاحة في الحياة عاشرا سألتك دليلا قاطعا هذا لخصت الحل التمرين الأول هي كلها أفعال متعدية قال متعدي رأيت متعدي رأيتهم متعدي فاتخذوه متعدي يدعو متعدي خلق متعدي صوركم متعدي أحسن متعدي بهمزة التعدي ينمى متعدي بالتضعيف يربط متعدي فجعلوه متعدي أرشفت متعدي عنقت متعدي سابقت متعدي علمت متعدي يعلى متعدي منحت متعدي ألفيت متعدي أريتك متعدي سألتك متعدي هذا الحل التمرين الأول هسا حنشوف التمرين الثاني يقول ما الفرق بين الأفعال في كل جملة من الجمل التالية مع بيان السبب أولاً كرم الرجل أكرمت الرجل كرمت الرجل ثانياً فهم الطالب الدرسة أفهمت الطالب الدرسة فهمت الطالب الدرسة ثالثاً رأيت أخاك رأيت أخاك صادقاً هنا لخصتها أو حليتها هنا يا ماما هنا عيني الحل هذا التمرين الأول كرم الرجل الفعل اللازم أكرمت الرجل الفعل متعدي بهمزة التعدية كرمت الرجل الفعل متعدي بالتضعيف فهم الطالب الدرسة الفعل متعدي لمفعول واحد أفهمت الطالب الدرسة الفعل متعدي لمفعولين بهمزة التعدية فهمت الطالب الدرسة الفعل متعدي لمفعولين بالتضعيف رأيت أخاك رأى البصرية وتتعدى لمفعول واحد ورأيت أخاك صادقاً رأى القلبية وتتعدى لمفعولين هذا حل التمرين الثاني خلينا نشوف التمرين الثالث يقول ادخل الأفعال التالية في جمل مفيدة مبينة نوعها من حيث التعدي واللزوم ثم ادخل عليها همزة التعدي أو ضعف عين الفعل مجريا التغيرات اللازمة مع ضبط الجملة بالشكل علمة جرى نظفة سهلة لبسة ضعقة التمرين الثالث هي عيني هذا التمرين الثالث نقول الفعل علمة نوعها متعدي إلى مفعولين علمت السفر بعيدا عند اضافة همزة التعدي يصبح أعلم ويتعدى لثلاثة مفاعيل مثل أعلمت زيدا الخبز صحيحا الفعل جرى نوعه لازم جرى الماء عند اضافة همزة التعدي يصبح متعديا أجرا مثل أجريت الماء إلى الحقل ثالثا الفعل نظف نوعه لازم نظف البيت عند تضعيف عين الفعل يصبح متعديا نظفا مثل نظف زيد البيت هذا التمرين الثالث نشوف التمرين الرابع يقول أعطي جمل مفيدة لما يأتي أولا جملة مفيدة فيها الفعل زعمة جملة مفيدة فيها فعل ينصب مفعولين في حالة التثنية ليس أصلهما مرتدأ وخبر وجملة مفيدة فيها فعل من أفعال اليقين وجملة مفيدة فعلها لازم فاعله جمع مؤنى السالم فيات هذا التمرين الرابع زعمت زيدا كريما ثانيا منح المعلم الطالبين هديتين ثالثا وجدت العلم نافعا رابعا جاءت المعلمات تمرين الخامس يقول بين ما يجوز حفه من الأفعال في الجمل التالية مما لا يجوز مبينا السبب مع ضبط بالشكل أولا الفيت حرية الرأي حقا إنسانيا رأى المراجع الموظف مخلصا في عمله وجدت النجوم تضيء السماء كسى الفقير نفسه ثوب العفا ظن المريض الممرضة ملاك رحمة منع الكريم المحتاج بذل كرامته هنا عيني هذا التمرين الخامس هذا كله تمرين الخامس يجوز حفف الفعل الفيت لأنه من أفعال اليقين التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وبعد حفف الفعل تعود الجملة إلى أصلهما مبتدأ وخبر النجوم وتضيء السماء رابعا لا يجوز حفف الفعل كسى لأنه من الأفعال التي تعدى إلى مفعولين ليست أصلهما مبتدأ وخبر إذا حذفنا الفعل تصبح الجملة بلا معنى تمرين السادس والأخير يقول أقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة التي تليهي جاء في طباع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافا مبصرا وإلادا للحرارة والقوة وجعل العلم والضاحا للخير فالضاحا للشر يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة ليت كل الناس متعلم حتى يموت الجهل وينتهي الاستبداد فالاستبداد ظلام والشر كله والعلم نور كله يقول استخرج الأفعال اللازمة والمتعدية في النص فعل من أفعال التحويل استخرجه مع مفعولين ثم أعربهما وأعرب ما كتبه باللون الأحمر هياته هذا التمرين السادس والأخير أول مرة الأول واحد وينه هياته هذا التمرين السادس طبعا وهذا النسية الخامس هاي النقطة الخامسة هياتها هذا يجوز حذف الفعل ظن لأنه من أفعال الرجحان التي تعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وبعد حذف الفعل تعود الجملة إلى أصلها من المبتدأ والخبر وهكذا الممرضة ملاك ورحمة سادسا لا يجوز حذف الفعل منعا لأنه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وإذا حذفنا الفعل تصبح الجملة بلا معنى أمام هاي الخامس والسادس نسيتها من التمرين الخامس السادس يقول أولا جاء لازم خلقه متعدي جعله متعدي يولده لازم تعدي بالتضعيف يموته لازم ينتهي لازم هذا الفرع الأول الفرع الثاني يقول جعله جعله فعل ماضي مبني على الفتح وهو من أفعال التحويل العلم مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة والضاحة مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة قد خلق الله النور حرف مبني على السكون لا محلة لها من الأعراب يفيد التحقيق خلق فعل ماضي مبني على الفتح الله فاعل مرفوع علامة رفعه هاي غلطانة وعلامة رفعه الضم ماما الظاهرة على آخره يعني هو فاعل وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والنور مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هزيه هسراح ثالثا حتى يموت الجهل حتى حرف غاية ونصب يموت فع المضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يوجه الفاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وبالتوفيق إن شاء الله